نحن نتمنى أن لا تكون هذه المنطقة منطقة عسكرية أو ساعة سراعات ولكن بعض الأشخاص جلبوا المحتلين والغزاه إلى منطقتنا من هنا تبدأ القصة وباتجاه الفوضى يراد لها أن تذهب يقول أحد رجال المهرة هنا في أقصى الشرق وعلى بعد مئات الكيلومترات عن أقرب نقطة مواجهات تعيش المهرة بذور صراع مسلح والسبب أطمع الرياض وأبوظبي وأجندتها لتلغيم هذه المحافظة المسالمة بالأمس أندلعت اشتباكات مسلحة بين أبناء المهرة ومسلحين استقدمتهم الإمارات عبر المجلس الانتقالي من خارج المحافظة على خلفية رفض أبناء المهرة دخول شاحنات أسلحة سعودية إلى محافظتهم وأصدرت قبائل المهرة بيانا يطالب الرئيس هادي بوقف أطماع السعودية في المهرة وتجنيب المدينة الصراع المسلح وحذر البيان السعودية من نشر أي قوات لها في المهرة سواء من جنودها أو من المسلحين الذين استقدمتهم من خارج المحافظة إلى ما قبل أن تأتي القوات السعودية كانت هذه المدينة تعيش سلاما لا يؤكر صفوها شيء لكن المراقبين تحدثوا عن نية السعودية توسيع نفوذها العسكري من أجل مشاريع اقتصادية استراتيجية رعاية الرياض أبو ظبي لميليشيات عابرة للمحافظات في عدن وأبيان والظالع وشبوى وحضر موت ومؤخرا المهرة يطرح سؤالا حول ما يريد التحالف من اليمن بالفعل والأهم من ذلك ما موقف قيادات الشرعية من هذه التحركات التي ابتعدت تماما عن هدف استعادة الدولة في وسط البلاد وفي محافظة الظالع حصلت اجتباكات مسلحة بين الأمن العام والحزام الأمني أسفرت عن مقتل أربعة جنود وجرح ما لا يقل عن خمسة آخرين لأسباب غير معروفة وهو الأمر الذي يتكرر في العديد من المحافظات المحررة التي تنقسم فيها الأجهزة الأمنية وتظهر فيها الميليشيات كقوات منفلتة لا تخضع لأي سلطات إذن وضع ملغم بالميليشيات ومدن مهددة بالانقسام المجتمعي والسياسي وبين الحين والآخر يظهر الرئيس هادي ليشرعن هذه الميليشيات أو تلك بينما تذهب البلاد في سيناريو إضعاف الدولة وتعزيز الفوضى عبر تنفيذ الشرعية وإشراف التحالف